السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب اللغات والمدارس اللغات وأولي أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم انجليش فوريو أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم انجليش فوريو مازلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منها Connect 5 للصف الخامس الابتدائي وصلنا مع بعض اليونت 1 لسن 5 and 6 اللي هو Listen بعنوان Reading Text عنوانه How to make بسبوسة أو Ingredients of بسبوسة وهنبتدي نحل دلوقتي بعد ما نزلنا فيديو الشرح بتاع الدرس عرفنا منه المين بوكابلاري وعرفنا منه الimportant propositions and expressions وقرينا التكس مع بعض وفهمناه هنبتدي نحل التدريبات الموجودة عليه من مختلف الكتب الخارجية هنحل على القناة من كتاب قطر الندى كتاب الباهر كتاب المعاصر وكتاب Bit by Bit ودلوقتي بنحل مع بعض تدريبات قطر الندى يلا نقول سبحانك لا علمانا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب واللهما لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجل علينا كل صعب سهل بإذن الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع أول exercise من كتاب قطر الندى على الليسن بتاع يونت 1 لسن 5 and 6 how to make بسبوسة بيقول read and complete أقرأ وأكمل نومبر وان بيقول you should better to use it بيديني في البوكس كلمات أي اللي power يعني sub shares يعني شارك يكون محد يعني mix يعني يخلط melt يعني سيح wait اللي هو use it فبيقول لي you should better to use it عايز يقول لي المفروض إن أنت تسيح الزبدة عشان تستخدمها في عمل البسبوسة يبقى you should melt better to use it يعني لابد أن تسيح الزبدة عشان تستخدمها نومبر 2 بيقول لي not up the mixture into a baking dish عايز يقول لي صب الخليط بقى اللي هو السامورينا مع الكوكونات مع الشوغر مع melted butter كل الخليط بتاعنا ده بعد ما عملنا له mix by hand عايزين بعد كده نعمله power the mixture into a baking dish يعني هصب الخليط في الصينية اللي هدخلها الفرن أو طبق الخبز يعني فبقول power the mixture into a baking dish يعني صب الخليط في صينية الفرن نومبر 3 بيقول I not out the ingredients عايز يقول لي يعني بيعمل عملية وزن لي المآدير بيشوف هحط إيه بالكيلو إيه بالنص هحط إيه بالكباية إيه بالمعلقة وهكذا طبعا إحنا خدنا الـ propositions فعرفنا إن wait بيجي بعدها out فبقول wait out يعني يازم يبقى هقول I wait out the ingredients يعني بوزن المآدير نومبر 4 بيقول she not out food with her family عايز أقول إن هي شركة الأكل ده مع عائلتها يعني أكلوا مع بعض يعني كل واحد خد قطع من البسبوسة اللي هي عملتها فبقول she shares food with her family يعني شركة الأكل مع العيلة بتاعتها طيب السؤال بقى كده بيقول to the correct answer from A B C or D همختاري الإجابة الصحيحة ما بين A و B و C و D أول حاجة بيقول لي number one turn the oven to get it hot عايز يقول لي شغلي الفرن عشان يسخن طبعا إنا عارفة إني أشغل يبقى turn on أطفي يبقى turn off هنا أنا عايزة يسخن فمعنى كده إني هشغله فهاختار turn on ولي طبعا ضمن الـ propositions اللي إحنا خدناها في اللسم يبقى turn on the oven to get it hot يعني شغلي الفرن عشان يسخن number two بيقول لي نقط بسبوسة in the oven عايز يقول لي دخلي البسبوسة دي في الفرن عشان تغبزيها فهيقول لي يغبزي البسبوسة في الفرن بيقول لي طبعا بيك يعني يغبز power يعني sub mix يعني يخلط eat يعني يأكل طالما هنا بيقول لي في الفرن يبقى معناها أني هاخبزها يبقى طبعا هاختار bake يبقى bake the basbusa in the oven طبعا number three بيقول this is not you make lentil soup عايز أقول له دي الطريقة بتاعت ازاي هتعمل شربة العتس يبقى this is how you make lentil soup يعني هذه هي كيفية عمل شربة العتس فبقول this is how يعني كيفية عمل يبقى this is how you make lentil soup يبقى هاختار how number four take the food نقط cut off the oven يعني عايز أقول له خرج بقى الأكل من الفرن يعني خلاص الأكل استوى عايزك بقى تخرجه من الفرن يبقى take the food out يعني يخرج الأكل من الفرن يبقى take the food out of the oven يعني هخرج الأكل من الفرن number five this mean هذه الواجبة عايز أقول شكلها جميل يبقى this mean looks pretty يعني شكلها جميل يبقى looks pretty بقول looks pretty يعني مظهرها أو شكلها جميل يبقى this mean looks pretty يعني هذه الواجبة شكلها جميل number six يبقى power the a over the basbusa هصب بايه على البسبوسة الشجر بحط السكر كده ولا water ولا المية ولا الباتر ولا السمنة ولا السيرب اللي هو العصير اللي أنا عملته أو السكر اللي أنا عملته اللي هو عبارة عن العسل بتاحها أو الشربات المعقود اللي هو مكون من sugar و honey water طبعا هيبقى السيرب يبقى power the syrup over the basbusa يعني هندلق العسل بتاع البسبوسة أو شربات البسبوسة اللي بتاع البسبوسة عليها عشان تبقى مصبكرة طيب number three بيقول read the passage and answer the questions بيقول اقرأ الكتعة واجب على الاسئلة طبعا كتعة زي دي بتنمي عندك مهارة listening ان انت تسمع وتفهم مهارة reading ان انت تعرف تقرأ مهارة writing ان انت تعرف تجاوب على الاسئلة كتعة read and answer طيب الكتعة بتقول ايه طبعا هو بيجيب لي سطرين ثلاثة كده من الموجودين في الدرس او من القطع اللي جابها لي على الدرس وبيجيب لي عليها اسئلة لو نتذكر في فيديو الشرحة اخر مرة كده كان فيه بروجيكت عن المانجوز وقلنا نخلي بالنا ان احنا نحفظه ونفهمه كويس وبالمناسبة ان انجليش حفظ مع فهم انت بتفهم القواعد بتاعة grammar وبعنين تعمل عليها practice عشان تعرف تستخدمها وتحلها صح انت بتحفظ الكلمات وتفهم معناها بتحفظ تركيبات الجمل بتحفظ حروف الجر بتحفظ التعبيرات في الانجليش فيه جزء كبير او من الحفظ ما هواش فهم بس هو فهم مع حفظ مع ممارسة وحلة اسئلة عشان اعرف افكار واتضرب في مغلطش اوكي طيب البروجيكت ده كان بيتكلم عن المانجوز فهو جابهولي زي ما قلت تقول لكم خلوا بالكم منه ممكن يجبهولكو في الري اوردر ممكن يجبهولكو في باراجراف ممكن يجبهولكو في قطعة وعليها اسئلة ممكن يجي في ماتش ممكن تجي جملة في الاتشوز اهو هنا جابه في قطعة وعليها اسئلة بيقول ايه بقى بيقول مانجوز تصبح في ايجبت يعني المانجا تزرع في مصر نحن ممكن نعمل مشروبات كتيرة واطباق منها نحن ممكن نصنع عصير المانجا منها او نعمل عصير الكوكتيل منها نحن ممكن نصنع منها سلطة الفواكه ونصنع منها كيكة المانجا بيقولي بقى السؤال نمبر ايه هتحط حرف ت لجمل الصحيحة معناها ان الجمل صحيحة اختصال للترو وحرف الف لجمل الخاطئة معناها ان الجمل خاطئة اختصال للترو اول حاجه بيقول نحن ممكن نعمل مشروبات كتير بالمانجا طبعا الكنان ده ترو لان هو قال لي هنا في القطع نحن ممكن نعمل مشروبات كتير نمبر ايه نحن ممكن نعمل صلطة الفواكه بالمانجا فروسالات نعمل صلطة الفواكه انما هم قالتش فشت بالصلاة واستعمل صلطة الخضار اعمل صلطة الخضار بالمانجا كيف هي؟ مش طماطمه فاشا عمل بها فشت بالصلاة لذا اضيفت المانجا بالصلاة فقال كده حضرت قدامها اللتر اف معناها ان الجمله خاطئة طيب مانجو جيوس is delicious هل عصير المانجو لازيذ؟ طبعا عصير المانجو لازيذ جدا التعلي نحن مصل بعمل طريق مانجو جيوس or put them in cocktail juice يعني معنى كده ان العصير بتاع المانجا بيكون نذيذ فحطت اللتر تي معناها true طيب السؤال بعد كده بيقول read and answer اقرأ و جاوب where do mangoes grow اين تزرع المانجا طبعا mangoes grow in Egypt المانجا تزرع في مصر فحاجبها بالنص كده من القطعة اول سطر بادي فيه ان mangoes grow in Egypt طب بيقول لي what juice can we make with mangoes اي عصير ممكن نعمله بالمانجا تعال كده للجملة لما بيقول we can make delicious mango juice or put them in cocktail juice يبقى we can make delicious mango juice or put them in cocktail juice يما هنعمل عصير مانجا لذيذ او هنحطه فيه cocktail juice يبقى دي انواع العصير اللي ممكن نعملها بالمانجا طيب بعد كده بيقول read and arrange the steps of how to make بسبوسة الطريقة بتاعت عمل البسبوسة والمقادير بتاعت عمل البسبوسة هاجعب لي الطريقة وعايزني ارقامها ارقامها ازاي بقى هاشوف بقى من ايه الاول فطبعا هنا اول حاجة كان turn your oven on to get it hot معناها ان انت هتسخن الفرن عشان الفرن بتاعك يبقى سخن بعد كده wait out the ingredients هتمسك المكونات اللي عندك توزنها بقى تشوف هتحط ايه بالكوباية ايه بالمعلقة ايه بالنص كيلو وهكذا بعد كده مكس سمولينا كوكونات والشوغر سنخلط بقى دقيق الصميد بتاع البسبوسة مع جوز الهند مع السكر مع السمنة السايحة بعد كده power the mixture into a baking dish هسوب الخليط دوت في صنية فرن وبعد كده take it out of the oven يعني ايه بعد ما خلاص حطيتها في صنية الفرن ودخلتها الفرن هتكون ستاوت بقى هابتدي اخراجها من الفرن بعد ما خرجها من الفرن ميج the syrup هعمل العصير بتاعها او الشربات يعني اللي انا بحطه عليها اللي هو العسل اللي هو مكوى من الهاني والشوغر والووتر والليمون جوز وبعدين هعمل ايه بعد ما العصير السيرب بتاعها ده او العسل اتعقد خلاص وعملته هعمل power the syrup over the بسبوسة يعني هصب السوس اللي انا عملته ده او العسل اللي انا عملته بتاع البسبوسة دوت عليها ويبقى دي how to make بسبوسة اللي هو ازاي اعمل البسبوسة والخطوات بتاعتها طبعا هي ممكن يجيبلي اربع خطوات مثلا في الامتحان ويخليني ان انا ارتبهم ممكن يجيبلي باراجراف يقوللي how to make بسبوسة وساعتها المفروض ان انا اعرفه ازاي اعمل البسبوسة من خلال ان انا حافز اكام جملة مثلا اربع خمس جمل بكتبلو المقاتير بتاعت البسبوسة وبعملها ازاي طبعا كل ام ممكن انها تاخد ابنها او بنتها معاها المطبخ وتجيب كيس من اكياس البسبوسة الجاهزة دي وتوريه بقى هي عملتها ازاي بحيث ان التطبيق العملي ليه يخليه يفهم الجمل بالانجليش ويفهم الطريقة يبقى متخيلها بحيث انه لو جاله باراجراف في الامتحان يعرف يكتب عنه ويعرف يحل عن الدرس كويس طيب بيقوللي السؤال الخامس rearrange the following sentences يعني رتب الجمل الاتية ترتيب الجملة ببدأ بالsubject الفاعل ثم الverb الفاعل ثم الobject ثم المفعول وعن طريق ترجمت الجملة وفهمها ببتدي اعرف ازاي اجيب ايه قبل ايه يعني عن طريق ان انا بعرف ترتيب الجملة بتكون من ايه الجملة وترجمت الجملة ببتدي اعرف ازاي احلها غير اصلا ان الجمل دايما بتبقى جاياني من الدروس مش جايب لي جمل مش فتاش قبل كده فانا وانا مذاكر الدرس كويس حافظ الجمل وعارف معناها حارف ان انا احل السؤال بتاع rearrange طيب اول حاجة بيقول لي number one delicious make we use can عايز اقول يبقى delicious make we juice can عايز اقول نحن نستطيع ان نصنع العصائر اللذيذة يعني يبقى هقول we can make delicious juice يعني نستطيع ان نصنع العصائر اللذيذة طيب اين mangoes egypt grow عايز اقول المانجا تزرع في مصر يبقى الفاعل اللذي هو mangoes الفاعل اللذي هو grow والمفعول اللذي هو in egypt يبقى mangoes grow in egypt يعني المانجا تزرع في مصر او تنمو في مصر طيب بيقولك dessert favorite is my cake a mango عايز اقول ان التحنية المفضلة لي هي كيكة المانجا فهقول my favorite dessert يعني التحنية المفضلة is a mango cake هي كيكة المانجا التحنية المفضلة لدي هي كيكة المانجا يبقى my favorite dessert is a mango cake السؤال السادس بيقول look and write وجايب لي صورتين طبعا لا بيبقى مثال مبسط للبراغراف بدل ما اطلب مني براغراف عن موضوع معين يجيب لي صور اربع صور مثلا ويطلب مني ان انا اكتب جملة على كل صورة لازم في الجملة براي علامات punctuation ابقى بجيب capital letter ابقى شايفة لو فيه اختصار احط له الكومة لو فيه الكومة بتاعت الجامعة لو فيه الكومة بتاعت التعدد لو الابوستروف يعني احط في نهاية الجملة full stop في نهاية السؤال question mark الحاجات المشهولة بكتبها capital letter وهكذا لاني بتحاسب على كده بتحاسب على تكوين الجملة ان هي تكون تكوينها صحيح وتكتبها صحيح بتحاسب على spelling بتاعي يكون الدكتشن عندي صح الاملة بتاعتي صح والpunctuation اللي عندي صح فعشان كده اختار الجمل السهل عليك اللي تقدر بيها تاخد الدرجة النهائية ما تتفزلكش وتكتب حاجة صعبة عليك وتنقصك هنا مثلا جايبلي البسبوسة ممكن اقول I like bسبوسة انا بحب بسبوسة ممكن اقول My favorite dessert is bسبوسة ممكن اقول التحنية المفضلة لديها هي البسبوسة اللي اسهل عليك اكتبها طبعا بدأت ب my اهي M capital letter وبعدين حطيت full stop في الاخر طيب هنا جايبلي المانجا اسهل حاجة اقول I like mango انا بحب المانجا I capital letter والfull stop في الاخر طيب اخر سؤال معايا سؤال punctuate بيقول لي punctuate the following sentences ده عنامة الترقيم للجملة الاتية و جايبلي الجملتين اللي عندي اول جملة بدي ب what's طبعا هتبقى W capital وبعدين هحط عنامة الاستفهام عايزة اقول له يعني او الشربات بتاع البسبوسة فالام كابتل لتل عشان بدية بيها وبحط في الاخر الفول ستوب كده احنا خلصنا مع بعض حل تدريبات كتاب كاترين نادا على يونت 1 لسن 5 و 6 اللي هو recipe of بسبوسة او how to make بسبوسة طريقة عمل البسبوسة تابعونا بقى على القناة عشان هنحل برضو دلوقتي من كتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت وكتاب الباهر شكرا على حصن السماع يعني لو بتستفادوا معانا ما تنسوش بقى تفعلوا الجرز على الكل وتشترهوا في القناة عشان يجيلكوا انظار يعني ان احنا دلوقتي موعد فيديو نزل فتبتدوا تخشوا وتشوفوا فاشتركوا معانا وفعلوا الجرز عشان يوصلكوا كل اللي احنا بنقدمه تاني حاجة ما تنساش بقى اللايك تحت الفيديو عشان الفيديو يرتفع وغيرك يشوفوا فتساعدنا ان احنا نوصل للعلم ده لأكبر قدر من الناس ممكن تستفاد بيه وما تنساش ان شعرنا ساعد تؤجر لو تعرف اي حد في سنة خمسة اعمل له مانشن وقول له ان هو يدخل يشترك في قناة منارة العلم انجلش فريو على اليوتيوب ويتابع الفيديو معانا شرحين كل جزء شرحين الجرامر شرحين كلمات الدروس شرحين القطع شرحين المنهج اصلا عبارة عن ايه وبنحله ازاي وبنحل عليه كل الاسئلة من جميع او معظم الكتب الخارجية الموجودة عشان نجمع اكبر قدر من الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان فما نتفاجئش باي فكرة او اي حاجة جلنا في الامتحان نكون نعرف نحلها باذن الله اه with my best wishes كانت معكم منالة العلم انجلش فريو thank you and goodbye